المطارنة الموارنة دعوا إلى التجاوب مع دعوة رئيس الجمهورية إلى الحوار والالتزام بإعلان بعبدها بحضور الموفد البابوي رئيس المجلس الحبري الكاردينال روبير سارة والسفير البابوي في لبنان جابريال كاتشا اجتمع المطارنة الموارنة في بكيركي واستنكروا مسلسل الأغتيالات ونشدوا القضاء العمل بسرعة على كشف المجرمين بحق أمن الوطن ومعاقبتهم وآخرها اغتيال الشهدين اللواء وسام الحسن ومرافقه وسقوط شهداء مدنيين وعشرات الجرحة في منطقة الأشرفية المطارنة تشدد على ضرورة الاعتصام في الحوار سبيلا للخروج من الجو الضاغط إن التأزم السياسي في البلاد وخصوصا في موضوع الحكومة لا يحل خارج الثوابط الوطنية والدستور لذلك يحث الآباء المسؤولين المعنيين جميعهم على التجاوب مع دعوة فخامة رئيس الجمهورية إلى الحوار والتشاور من أجل العبور إلى واقع أفضل والإعداد الاستحقاق الدستوري بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وبقانون جديد يضمن عدالة التمثيل لكل الفئات وناشد المطارنة جميع السياسيين الالتزام بإعلان بعبدة وبتحييد لبنان عن الصراعات التي لا طائلة له فيها وإلا عرضوا البلاد لانتكاسات يدفع ثمنها الشعب اللبناني وتطرقوا إلى الأوضاع الاقتصادية والحياتية التي تنبئ بمستقبل قاتم مؤكدين أن هناك قطاعات باتت تحتاج إلى علاجات حاسمة ترجمة نانسي قنقر